السبب الوحيد لدفعني الحضور هو ما نشر أمس عن استدعاء رئيس مجلس القضاء الآن فأنا أقول وأتمنى أن يصل صوتي لسموه الأمير وسموه الله هذا الأمر اللي حدث ليس أمرا عاديا ولا يفترض أن يكون أمرا عاديا ولا يفترض في أي مسؤول على سبيل المثال ترى بعض المسؤولين إذا بيبعد نفسه عن المشاكل يقول أوامر عليا بس أنا بقولكم ما بقول الشعب الكويتي من قال لك أن الأوامر عليا في جمال الحالة تجب أن تكون مشروعة ألا يفترض أو يتصور أن يكون أمر وأعلى وغير مشروع أي يتصور طيب أوامر عليا بقتل الموجودين فيها القاعة شلون يعني فلا تشذب عليه لو تخرعنا أوامر عليا لا يا حبيبي إحنا دولة قانون ومؤسسات ودستور الأوامر العليا تعني صلاحيات والصلاحيات يجب أن تكون منظمة خليني أقول لك مثال طبعا للمستشار الأحمق اللي يعينا وزيرا وهو شخص تافه هذا الأحمق طبعا قاعد يصرح في مجموعة من الشيوخ اللي طبعا لا فهم لا بالفيزياء ولا بالرياضيات ولا بالقانون ولا بالدستورة لشيء بيش تغيط روع قال بس قلهم أنا أدبر المسألة وإحنا كل شيء وبنقول إنه أوامر عليا شنو أخص بالنظام الدستوري أخص عمل سيادي لسموه الأمير الأوامر الأميرية في شيء أعلى منها لأنه يمارسها الأمير منفردا من بينها إيش تكليف رئيس الوزراء وعزل من منصبه سلطة لا يمارسها أي أحد إلا شخص واحد سموه الأمير طيب هذه المسألة أيضا ليست مطلقة ترى لأنه يجب أن يتوافر برئيس الوزراء الشروط الواردة في قانون الانتخاب زي نفترض إنه الشخص الذي يكلف لا يحمل جنسي الكويتين هل هذا الأمر قائم هذا أمر غير قائم فيعني مو كل مرة ترى أوامر لا يا أخوي إذا أنت واشكالك تخافون ترى مو كل الناس يعني ننتكلم بالقانون التعدي الذي حدث مو على القاضي اللي والله ما عرفه مستشار مقدر لكن شخص اللي عامل بسلطة القضايا كل السنوات واحتل هذا المنصب يجب على الشعب كاملا أن يدافع عنه دفاعا عن أنفسكم واللي معاجبته أعمال القضاء مثل الأخ الخبير الدستوري والأمني أحمد النواف قدم مشروع قانون معاجبتك أعمال السلطة القضائية قدم مشروع قانون لتحسين أداء السلطة القضائية هذه الآلية بس ما تملك أنت وغيرك أنك تستدعي قاضيا تقول له والله قدم استقالتك لأن حكمك معاجبني إذا المسألة بها الطريقة باشر أي شيخ عمره خمسة عشر سنة ينادي أي قاضي يقول له تعالي إذا ما صدرت الحكم بهذا الشكل نحن بنعزلك لا إحنا مدكان نحن شعب محترم ونستطيع أن نتعامل مع غير المحترمين أي أن كانت تسمياتهم كل ما هنالك أنا ندعو للتهديئة وضبط الأمور لكن شفنا أنه قُبلت هذه الخاصية بأمر سلبي فاعتقدوا أن الواحد لي ما يقول هالأشياء أنه معنات أن يبي شيء أو خايف أنا أتكلم عن نفسي والله لا خايف ولا أبي شيء ومسعد أقول رأيي مهما كان الثمن وأنا ما يهددوني هالأشكال سبعين واحد من فصيلا سبعين واحد مو واحد والله ما يهددني وانت حسبالك فقط لأنه عطوك والله مرسوم بمنحك رئيس الزراء أنك بتسوي اللي تبي كل هذه الملفات ستفتح طبعا عدم اعترافك بالسلطة التشريعية وعدم اعترافك بالسلطة القضائية واعتدائك الصريح على مؤسسات الدولة بالإضافة إلى أنه قد صدر حكم من المحكمة الدستورية يدينك وهذا السبب اللي خلاك تستدعي القاضي بس مستشارك ما شارعلك شور طيب ترجمة نانسي قنقر